بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبعه الله ثم أما بعد أحبتي في الله أمة الإسلام التقينا كي نؤمن ساعة والتقينا كي نتذاكر كيف نصل الدنيا بالآخرة والتقينا لنتأمل كيف نحيا في هذه الدنيا بالإسلام والتقينا لنعيش ملحمة الحياة بنور الدين والتقينا لتكون حياتنا أفضل بالإسلام إنها العلاقة بين الدين والحياة وهذا برنامجنا الدين والحياة وهذه الحلقة الرابعة وهي تتمت الحلقات الماضية التي أناقش فيها السعادة وأن الإنسان يريد أن يكون سعيدا في حياته ويبحث عن السعادة ويظن أن السعادة تارة في جمع المال وتارة في الصحة والعافية وتارة في المنصب والوجاهة ويغيب عليه أن الحياة الحقيقية لا تكون أبدا في الدنيا إلا بإرضاء صاحبها وهو الله سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان إذا أراد أن يبتغي سعادة في الدنيا بإرضاء أحد دون الواحد الأحد فإن الله تبارك وتعالى معاقبه لا محالة لابد أن نحن نركز على المعاني الصحيحة فلا ننشغل بالناس ولكن ننشغل برب الناس لا ننشغل بالرزق وإنما ننشغل بالرزاق فهذه أمور لابد أن نعيش بها في دنيانا كي تصلح لنا دنيانا وأخرانا وفي هذه الحلقة أبين طريقة جديدة لكيفية السعادة في هذه الدنيا هذه الطريقة هي ذكر الله عز وجل ذكر ربنا عز وجل شارع الدين ثم قال ولذكر الله أكبر فأكبر شيء يمكن أن يتصوره الإنسان هو الذكر فالذكر ليس المقصود به التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هذا من جملة الذكر ولكن الذكر أوسع من ذلك الأمر تلمسلم في هذه الحياة لابد أن يكون ذاكرا لله لماذا؟ لأنك إذا لم تذكر ربك سبحانه وتعالى إذن أنت في غفلة عن الله طبعا لو الإنسان في غفلة عن الله إلا يحصل لا صلاة ولا طهارة ولا عبادة ولا أمانة ولا صدق ولا اجتهاد في خير ولا نفعل الغير وسيكون عكس هذه الأشياء الضلال الغش الحسد العجب الظلم البغي العلوان الفحشة المعصية طبعا الإنسان لو أتى بهذه الأشياء لأنه غافل إذن حياته حياة مطمئنة سعيدة ولا حياة كلها شقاء وفساد إذن ذكر الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب السعادة في الحياة يكفي أنك عندما تذكر ربك عز وجل تشعر أنك مع الله وأن الله تعالى معك هذا حسبك هذا حسبك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري ومسلم شبه الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه بماذا؟ بالحي والميت إذن الذي يذكر ربه حي حي كل ملامح الحياة موجودة فيه طب والذي لا يذكر ربه ليس الحي إنما هو ميت إذن ممكن تجد إنسان بيتكلم وعايش وراكب سيارة أخر مدل ويقطع الدنيا أسفارا وهو وجه بين الناس ولكن في الحقيقة هو عند الله تعالى إيه؟ ميت ميت لا قيمة لو عند الله عز وجل ولهذا بيأتي ربنا عز وجل بأمثال هؤلاء الموت يوم القيامة فلا يقيم لهم يوم القيامة ماذا؟ وزنا تنس أموت في الدنيا ليس لهم أي حصلة من خير إذن حصيلة الخيرات في الدنيا هي سعادة الإنسان ولا يكون ذلك إلا بماذا؟ إلا بذكر الله عز وجل ولهذا ربنا سبحانه وتعالى جعل طمأننة القلب وراحة القلب وسعادة القلب بماذا؟ بذكر الله فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب لأن الذي يذكر ربه عز وجل بيحب ربنا وبيخضع لشرع ربنا وبيدخل في جملة دين الله عز وجل لا يستطيع أن يخالف أمر الله ولا أن ينحرف عن شرع الله هذا صاحب القلب الذي عمر بذكر الله عز وجل الذي يذكر الله عز وجل ربنا عز وجل بشر فقال تعالى فاذكروني أذكركم سبحان الله يعني الذي يذكر الله الله في سبع سماوات يذكر أيضا هذه مزية وخصيصة لمن عظم الله تعالى وذكره ومحل الذكر القلب إذن الذكر في اللسان والذكر بالجوارح هذا كله فرع وأثر عن الذكر بالقلب في البخاري وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي يعني إذا ظن العبد بربه خيرا ربنا عز وجل أثابه وعطاه وفق ما يظن وإن ظن بربه سوءا والعياذ بالله فإن الله تبارك تعالى يعاقبه ثم قال وأنا معه إذا ذكرني يبقى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني يا إلهي يعني الذي يذكر الله يقول سبحان الله أو الحمد لله أو الذي يقرأ القرآن والله الذي يتفكر في ألاء الله أو الذي يدرس العلم أو الذي يذهب لزيارة مريض ربنا سبحانه وتعالى يكون معه في ذلك الذكر سواء كان الذكر قوليا أو عمليا نعم وأنا معه إذا ذكرني تدامزية وشرف كبير جدا جدا إذا ذكر الله تبارك تعالى استشعار بمعية الله لك فهذا يشعرك بالسعادة بالقوة بالعزة بالمنع بيريح النفس بيقوي القلب أيضا الذي يذكر الله تبارك تعالى لا يكون غافلا عنه بل حياة كلها ذكر الله وربنا سبحانه وتعالى بادح أهل الإيمان فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة إذا الذين يذكرون الله تعالى كثيرا حياتهم كلها مرتبطة بالذكر الذكر والسغفار وقراءة القرآن وتعليم وتدريس حتى لو يشتغلوا في أمور الدنيا يشتغلوا في أمور الدنيا يقصدون من وراء ذلك رفعة الدين ونشر دين النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك أيضا من جملة الذكر طيب نقيض الذكر الغفلة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل من صفة المنافقين قوله تعالى ولا يذكرون الله إلا ماذا إلا قليلا إذن الذي لا يذكر الله تعالى إلا قليلا هذا من الغافلين الرجل الذي كاد أن يزني بابنة عمه فلما قدر عليها ذكرته بالله فانصرف عنها إذن عندما ذكرته تذكر فلم يفعل المعصية إذن صاحب الذكر صاحب طاعة معظم لدين الله عز وجل أيضا صاحب الذكر بسمرار الذكر ومراعاة الله في كل الحياة القلب ذا بيقوى ويكون قلبا سالمة وبالتالي يكون الإنسان بإذن الله تعالى معصوما من فتن يوم القيام قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فلابد للإنسان المسلم أن يجتهد أن يعمر باطنه بذكر الله عز وجل وأن يكون ذلك المعنى قائما متيقظا في قلبه وأن لا يغفل أبدا عن ربه فموسى عندما أخافه الناس بالفرعون وقالوا له إن لمدركون قال كلا إن معي إن معي ربي سيهدين موسى وهارون عندما خاف من فرعون قال الله تبارك وتعالى لهما إنني معكما أسمع وأرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار وكان أبو بكر خائفة رضي الله تعالى عنه أن يراهم المشركون فأنزل ربنا عز وجل الآيات التي تحكي هذا الموضوع فقال ما بالك باثنين الله ثالثهما وقال ربنا عز وجل في ذلك آية عظيمة في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فذاكر الله تبارك وتعالى مستشعر معية الله آنس بالله مطمئن إلى الله سعيد بذكر الله والله تبارك وتعالى يوفقه ويسعده في حياته وهذا ما نريده ونرجوه نسو الله تعالى أن يجعل حياتنا سعيدة بذكره وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم